تعرف على قصة مونجهي الرجل الذي حطم جبلا بأكمله بمفرده مستخدما أدوات بسيطة جدا الرجل الذي حطم جبل هذا الذي صخر منه أبناء قريته لمدة 22 سنة كاملة بينما كان يقوم بتحبيم جبل صغير في الهند وأخبره الجميع بأن يتراجع عن ما يفعله لأنه لن يتمكن أبدا من تحبيمه بأكمله مستخدما أدواته اليدوية البسيطة لكنهم كانوا مختهين تماما فقد تحول داشراث مونجهي إلى بطل وأسطورة بعد أن فعل ما اعتقد الجميع بأنه أمر مستحيل هرب مونجهي في صغره من المنزل وذهب للعمل في مناجم الفحم في منطقة دامباد ثم عاد بعدها إلى مسقط رأسه في قرية جيهلور حيث استقر هناك وتزوج من امرأة تدعى فوجيني ديفي فلأت قصد الرجل الذي حقم الجبل عندما انزلقت زوجته من على التل والتي كانت حاملا وقتها عند ذهبها لإحضار الطعام لزوجها كانت زوجته المغطاة بالدماء في حاجة إلى رعاية طبية فورية لكن جبلا صغيرا كان يقف في طريق الذهاب إلى أقرب المستشفى وكان الطريق الوحيد للحصول إلى مكان استقباب يبعد سبعون كيلو مترا عن القرية سلك ماجه ذلك الطريق البعيد مستحبا زوجته المصابة وفور وصولهما إلى المستشفى توفيذ جراء تأخر حصولها على المساعدة الطبية اللازمة شعر الرجل بالحزن السليلي لفقدان حبيبته وأراد أن يفعل شيئا حيا للجبل الذي كان يحجز الطريق للذهاب إلى مستشفى قريب يبعد عن القرية بخمسة عشر كيلو مترا فقط فقرر أن يحفر طريقا في الجبل لينقذ أبناء قريته ويتجنب حدوث محصل مع زوجته لأشخاص آخرين أراد منجه أن يحصل أبناء قريته على الطبابة والتعليم وفرص العمل في المدينة الكبيرة المجاورة فقام ببيع ماعزه الثلاثة واشترى بالنقود مترقة وإزمين وشرع في تحطين الجبل لينشئ مسارا طوله مئة وعشر أمطار وعرض تسعة أمطار وعمق سبعة أمطار عبر التلال يختصر المسافة بين قريته والمدينة الكبيرة القريبة غايا اختصرها من سبعون كيلو مترا إلى خمسة عشر فقط عمل الرجل ليلة نهارا بعزيمة كبيرة لكن الجميع سخروا منه حتى أن والده أخبره بأن ما يريد فعله بمفرده وبتلك الأدوات هو أمر مستحيل صرح مانجي في إحدى المرات قائلا عندما بدأت في دق سخور الجبل اتهمني الناس بأن أتصرف تحت تأثير المخدرات لكن ذلك ساعدني وزاد من تصميمي صرح ابن أخيه في مقابلة لاحق قائلا أخبر الناس مانجي أنه لن يتمكن من القيام بذلك وأنه رجل فقير يمكنه فقط العمل لكسب الطعام في بضعة سنوات من العمل الشاق بدأ بعض سكان القرية يعجبون بقوة تصميمه ورأوا مدى تفانيه فيما أراد فعله وبدأوا بمساعدته عبر تقديم الطعام وتزويده ببعض الأدوات انتهى عمله الذي بدأ في عام 1960 عندما ظهر الطريق كاملا سنة 1982 والذي تطلب بنائه 22 سنة كاملة في السابع من أد 2007 توفي مانجي للأسف عن عمر يناهز الثالث والسبعين بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان المرارة وقدمت له الحكومة الهندية جنازة رسمية كتقدير وعرفان لما قام به قام العديد من المؤسسات الحكومية والسينمائية بتكريم الرجل بعد وفاته ففي عام 2015 ظهر فيلم هندي بعنوان مانج هي رجل الجبل يصور حياته وأصبح بعدها يعرف باسم ماونتن مان وأقترحت ولاية بيهار أيضا اسمه لنيل جائزة بادماشري في عام 2006 في قطاع الخدمات الاجتماعية وتم إصداره طابع بريدي يحمل اسمه من طرف مؤسسة البريد الهندي التي وضعته دمنا سلسلة شخصيات بيهار في 26 ديسمبر 2016 كما انتجت شعبة الأفلام فيلما وثائقيا من إخراج كوموند رانغان بعنوان الرجل الذي حرك الجبل استنادا إلى قصة حياة مانج هي في سنة 2011 إن جهود هذا الرجل رجل الجبل الجادة وتفانيه الحقيقية لفعل أمر يبدو مستحيدا فقط لمساعدة الآخرين على الرغم من قلة إمكانياته وانتقاد الجميع بما له هو مصدر إلهام وأمر مدهش حقا كل معلومات هذا الفيديو من موقع ميزيدون وموقع ويكيبيديا